السلام لبنات الغزالة كديرين لباسا عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير تكونوا في احسن احوال تكون الامور ديركم ان شاء الله كلها مزيانة اليوم ان شاء الله سنحضر معكم واحد الحلوة التي تأتي غزالة ورائعة بزف بزف بجوج بيضات فقط وكنتخرجوا منها 90 حبة حلوة بريستيج غزالة في الماداق وفي المنظر ومكونات بساطة بزف بزف كيف ما قلت لكم بجوج بيضات قبل ما ندوزو باش نحضر رحلوة ديالنا ونشوفوا المكونات وطريقة ديال التزيين الى اخره ابغيت نشارك معكم واحد الموضوع بصراحة اللي هو موضوع دائما كي رائج يعني دائما كين وخصوصا خصوصا خصوصا كيكون في المناسبات يعني في الاعياد الدينية والمناسبات كذلك الدينية كيكون هاد الموضوع اشنواذ الموضوع هو الموضوع ديال النقاشات يعني ما بين الزوج الزوجة قد يخيل هاد الموضوع النار ما بغاهاش الرسول عليه اهضات السلام والله سبحانه وتعالى احتىي واحد فيهم ما بغاهاش قاد بان هاد الموضوع وهو مناسب النار يعني اكتر نساء التطور policy الزوج Bill WhatsApp اللي هي فتكون من ناقشة مع الزوجي لك على أبسط الأشياء تقول له ما شفت منك خير كيف حدرتي لي كيف حدرتي لي كيف حدرتي لي كيف حدرتين لي يعني ما شفت منك ولي ما عطيتيني ولو ما حدرتي لي ولو هذه الكلمة صراحة نحن النساء كيف ما تعرفو جميع يعني نساء مواضبات على الصلاة للاستغفار الصوم كان صوم دائما الاثني والخميس يعني اللي كنصموا الاجر يعني دائما كنكونوا حاضرين ولكن هاد الكلمة كتدي لنا كل شي اشنو كتسوى يعني هاد الكلمة فانها تدخلني النار ما كتسوى حتش حاجة كلمة بحروف معدودة تخليني انا ندخل النار المشاكير كيتحلو بطرق اخرى باشياء اخرى ذاكشي لاش نتعودو على الكلمة الطيبة ونحفظو الليسان دينا وما نخليوش حاجة بسيطة كلمة بسيطة اشنو شفس منك او لا اشنو درتيلي او لا ما خصش دخلنا النار والرسول عليه اهضة السلام قال بان ما كان الراجل يعني قاسي باخيل يعني كيف ما بغى يكون نوع ديالو هاد الكلمة ما خصش قال وقال صلى الله عليه وسلم يعني عليه اهضة السلام قال قالك لو كنت امرا يعني لو كان غدي امر لو كنت امرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها هذا تقيل جدا يعني تقيل في الكلام وأتقل في المعنى لكل أمر يرجع للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لا أمرنا نحن النساء نسجدوا الأزواج ديالنا تصوري معي شفتي فيه شوف ناقصة تسجدي ليه يعني يكون هذا في السنة في الدين ديالنا فريضة قلت كلمة خيبة تسجدي ليه يعني أي حركة لا تحتاج لزوجي لك ستسجدي ليه الله عليه أفضل يعني عز وجل رأف بنا وقال لنا بهذه الكلمة قد دخلنا والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان الأمر بيديه يعني لو ما كانش الأمر بيدي الله سبحانه وتعالى لكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام طبقه علاش الرسول صلى الله عليه وسلم دائما أي حديث دياله إلا وكيكون يعني القلب دياله علاء المسلمين يعني القلب دياله إلينا كيف يفضل أننا نسجدوا للراجل يعني نسجدوا ليه يعني كل مرة يعني بأبسط الأشياء نسجدوا ليه هو فضل أننا نسجدوا نسجدوا الزوج لأننا ندخنوا الله ولكن الله سبحانه وتعالى يعني عز وجل قال بأننا نحفظوا لسانتنا وهذه الكلمة ما نخلوهاش ندخلنا النار وكرمنا يعني كرمنا وخصنا نشكروا الله عز وجل نشكره بزاف وندكروه ونستغفروه لأنه لم يذل وجه المرأة يعني الله سبحانه وتعالى ما دلناش ما دلناش حنا النساء باش نبقى كنسجدوا للرجل في كل وقت وفي كل حين كرمنا ذاك شيء لاش خصنا نحتحنا ونكرموا الله عز وجل ونحفظوا الليسان دينا ونقولوا الكلمة الطيبة والمشاكل وكل أشياء يعني ما نخليوش واحد يعني ما شرش ليك سواء أو ما شرش لي شي حاجة بسيطة نطقوا نقول الزوج ديالي ما شفت منك خير أشنو درتلي يعني ما نخليوش حاجة بسيطة دخلنا لنا كسواء كاتمشي كل الدنيا كلها فانية ده جمغا ندوا معنا ندوا معنا فقط الكلمة الطيبة وانتمنوا ان شاء الله تكون الفكرة وصلاتكم وتكون الرسالة وصلات خليتكم على خير وانجزوا دبا باش نحضروا المكونات ديال الحلوة ديالنا نسبة الحلوة ديالنا حتا جيت هنا معلقة صغيرة ديالني سكافير قهوة سريعة تدوابان وضفت لها تقريبا معلقة صغيرة حتى معلقة كبيرة يعني ما بين ديال الماء وغادي نحاول يعني نخلطها مزيان حتى تنساجم غادي نضيف عليها الزبدة الخاصة بالحلويات يعني على حسب اشم النوع كتستعملي اما هادي او لديال البوطة زيت كذلك كأس ديال العنبة ديال الزيت كأس ديال العنبة ديال سانيدة غادي نضيف فانية من اسمه ديال فانيلا وغادي نضيف قبيصة ديال الملح وغادي نجوج بيضات غادي نخليهم حداية كيف ما شفتو ياخدو حرارة المطبخ حتى ينساجموا لي هاد المكونات غادي نحاول نخلطهم حتى ينساجموا مع بعضياتهم مزيان تولي عندي بحاجة كالبوماد دابا غادي نضيف البيض كيف ما كتشوفوا معايا على هاد الطريقة وغادي نحاول نخلط كذلك مرة اخرى مزيان حتى ينساجم لي البيض مع الزبدة مزيان ومن بيض غادي نضيف مع القادية الكاكاو هنا بالنسبة الكاكاو بتتبقى انتم ما يعني عندكم الاختيار تقدروا تستعملوا كاكاو يعني الحلو او كيف ما تقدروا تستعمله مر انا هنا فضلت انني نستعمله مر يعني بدون حلاوة بدون سكا غادي نخلطه حتى ومزيان حتى تقريبا مشيب الزفير غادي نخلطه حتى يدخل لي شوية في العاجن تيالي كيف ما كتشوفوا ربقة في الزبدة طريفة ديول الزبدة ودابا غادي نضيف واحد شوية ديالتقيق تقريبا ما بين كأس ديالعنبا حتى الجوش كيسان ديالتقيق وغادي نخلطه مزيان مع الزبدة حتى ما تبقاش ما زال كتبلي الزبدة ومن طبيعة الحال غادي نضيف جوش ديالخمارات كيف ما كتشوفوا معي وغادي نخلطه مزيان حتى انساج موليه ويقول لي وعندي بحال شكل بوماد على هات شكل هذا يعني ما تبقاش كتبلي نهائيا السبدة ومن بعد كنبقا كنضيف الدقيق حتى نحصل على عجينة لينا بالنسبة للدقيق هنا يا على حسب النوعية الدقيق يقدر ياخد معاك ما بين يعني نص كيلو حتى 700 قرم يعني ما بين 500 حتى 700 قرم ديال الدقيق على حسب النوعية تشوفوا معي النوعية راني قربتها لكم مزيان يعني الطريقة تكون يعني العجينة لينا تكون لنارطبة في اليد يعني نجمعوها ما تنسوش العجينة رباش ما كتزيدوها الدقيق وهي كتطلق في الزيت والزبدة يعني تتاخد لنما بين 500 حتى 700 كيف ما كتشوفوا معي شكلتها يعني دوائر صغيرة متوسطة يعني ما صغيرة ما كبيرة متوسطة وحطيتها في الطاوال اللي فرشت فيها الكاغيت وصف يكن ديرها في الفران وكن طيبها من التحت واللول عدن بعد كان طيبها من الفوق هنا خديت بلاستيكا درت فيها تقريبا واحد الكيميا كأس حتى الجوش كيسان ديال الكاكاو ودرت معلقة ديال الكاكا المر ودرت معلقة ديال شوكولات غبران خاص بالحليب أنا هنا استعملت كاوبيل واللي متوفر عندي درت كذلك معلقة منه باش يعطيني شوية ديال الحلاوة كيف ما كتعرفوا النوعية الجيدة ديال الكوكرة تيكون حلو ديك شي علش فضلت اني نستعمل كاكاومر وهنايا درت يعني الكوفيتير اللي متوفر عندكم مشماش او لا فريز انا فضلت المشماش اللي تيكون سائل يعني كيكون مطحون مزيان وغد ينبقى كنضيف ليف الماء حتى نحصل على واحد الخليط اللي تيكون يعني خاتر بحال ما عكدا يعني تيكون شد في راسه ولكن في نفس الوقت سائل صافي كنبقى كنهز في الحلوة ديالي وكندوزها في الكون فيتير يعني بهات الطريقة دوزها مزيان وكنحط هنايا في الكوك اللي خلطه مزيان مع الكاكاو وشكلات غبرة هنايا الحلوة مني كتحطيها ما تيبنش نهائيا وش الكوك اللي كتحطيها الانسان كيشك كيس حبلو وش ديرا ببسطة حكا بما ببسطة او لا ديرا شكلات فيغميسيل يعني ما كيبنش ليك اشنو ديرانتيا بالضبط حتى الماداق ما كيجيش طاغي فيها الماداق ديال الكوك لان الحلوة كيفما شفتو درنا فاما علقة صغيرة ديال نسكا فيه يعني الانسان كيمشي معه شكلات الكوك ما كيجيش طاغي بصفة نهائية هنا كيفما شفتو معي هذا المريش مت معروفين ديال الزين صغورين ديال نجيمة اختيت هنا يا عجينة ديال السكر وحاولت فقط ندير واحد لا توش ديالي يعني زين تهبي باش يعطيني واحد لون واحد شكل يعني اللي بريستيج وعدا وطبيسيل ديالي ديال نهار العيد نتمنى يعجبكم ونتمنى تجربوها كتخرج 90 حباب الضبط يعني حجم متوسط هذا هو الشكل ديالها كتجي من الداخل يعني في لون ومن بره في لون كتجي رائعة وغزلة بزف 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 اتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم هنا يا عاود شاركت معاكم الخبز ديالي اللي جربو الصديقات ديالي عبر الواتساب وكذلك عبر الانستغرام وقالوا لي جاهم غزال وعجبهم وتهو ما غادي عاودوا يحضروه وقالوا لي امل عاودي تختار جيه اللي ما شافوش في ذاك الفيديو عاودي يشوفو في هذا الفيديو را كي يجير طب وكي يجين فشفش وغادي يجين زيان وغزال مع بولفاف هنا يا خديت كأس ونص ديال الفينو خديت جوش كيسان ونص ديال الفرس خديت معلقة كبيرة ديال نيدو وخديت كذلك معلقة صغيرة ديال الخميرة شوية دلملح ومعلقة صغيرة ديال السمسم الابيض وغادي ندير هنا ثلاثة المعالقة ديال الزيت النباتية اللي كنطيبوا بها وغادي نجمع العجين ديالي بالمدى فيه السر ديال هاد العجين هو نيدو ومطبيعة الحال كذلك السر التاني هو انني كان بقى لعجينة انا كان عجين فيها وهي كتطلق لي في ايدي هذا هو السر باش كتجي ارتباء وكتجين في الشفشة وتانى نزولا عن طلب ديالهم عاود تحطيطو واخا ما بغيتش نحطو يعني كان بغي كل فيديو يبقى بوحدو يعني ما نبقاش نعاود في الوصفات ولكن نزولا عن طلب ديالهم عاود تحطيطو العجينة كيفما كتشوفو معايا كتبقي كتلكيها احكا نحصلو على هاد الشكل هذا اه في بلاس الفينو تقدرو تضيفو دقيق القمح الكامل يعني اللي متوفر عندكم عندكم فارينة حتى هي تتعملوها على حسب المتوفر عندكم بالنسبة لهنا الزرارة هتقدرو تاخدو اللي بغيتو يعني هما ما داروش يعني بالضبط هاد الزرارة كينا اللي كتافت بالشوفان وبالحبة السوداء كينا اللي كتافت غير بالسمسم كينا اللي كتافت غير بالسميدة انا فقط اعطيتكم اقتراح اه هنا تاني كذلك بالنسبة لي انا استعملت غير الما ولكن بنسبة الصديقات ديالي كينا اللي استعملت يعني لتبعات النصائح لي في الفيديو كينا اللي استعملت الحليب باش جاها محمر انا قلت لكم يعني فضلت غير الما باش يجيني طيب عادي وكينا اللي اه دارت يعني السندة دوبتها في الما وبقت كاتهس وغطسات الخبيزات وخاهمة جاهم يعني بتقريبا بحل ما هكذا وغطساتها اه في الماء او اللي اغطسوها في الحليب والماء ضروري كادروا فيه ماء السندة باش جاهم داك اللون اللي تيكون محمر حمر صفي هادو هما المكونات وهاد هي الطريقة ديال الخبز ديالنا كيف ما كتشوفوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوا حتى انتم ويقولوا ان شاء الله معتمد عندكم وكذلك بالنسبة للفرام يكون شاعل من قبل يعني يكون سخون وقد دخلوا هنا يابطوا تشرطوه يعني بموس او لبزي زوار كتشرطوه اه يعني كيبقى لكم اختيار انتم ما كيف ممعجبكم ديروا لي بغيتوا تخلوا ها كده غتخلوا بغيتوا تديروا لي واحد تقيبة يعني في الوسط بصبع كوم او لب مغرفة لي بغيتوا سوف يبني تيخروش كنغطيوه وتنخليو تقريبا عشرة ديال دقيق عد من بعد كنقدموه او لكن اه كنقلبوه وكيجي بهذا الطريقة كيجي مخرج ما تيخدش من واحد الوقت اللي هو كبير وبنسبة الخموري يضغيتي يخمر وكيجي بريستيج كيف ما قلت لكم انا درت كاسو نص ديال الفينو وجوش كيسو نص ديال الفورس اه بالنسبة الربعات ديال الخبيزات متوسطين ره ماشي صغار هادو متوسطين بغيتوا تديروا خبيزات صغار غيخرج لكم ستحت السبعة اه بغيتوا تضعفوا كنتوا يعني اسرة كبيرة وبغيتوا تضعفوا واسميتو كتضعفوا الدقيق وكتضعفوا كذلك اه الحليب فقط بالنسبة المكونات الاخرين كيبقوا نفس القياس